السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نكمل بالنسبة للبونز و اليوم سوف نشرح السكابيلا يجب أن نحدد التجاهات بالنسبة للسكابيلا السكابيلا سهلة سوف نحدد التجاهات من خلال السكابيلا سوف تكون هنا وهم yeah غلينويد الخلال والمتبار السكابيلا او إن أفضل أول ما نحدد اتجاهات الأطراف البوردر بالنسبة للسكافيورة لدينا الميديال بوردر أو يسمى بالفرتبرال بوردر اللاترال بوردر أو الأكزايل بوردر سوبرير بوردر عندي سوبرير أنجل والإنفيرير أنجل ها هم من يعني مبينة شو عندي عندي وراء مبين اللي هو السباين طرفي يسمى أكروميون ها هم من يعني سهل اللي هنا عني glenoid cavity أو glenoid fossa يوجد الكوروكايد بروسسس كنا لازم نفرق الكوروكايد بروسسس يعني كونويد عن الكوروكايد كونويد تيوبركل حصلنا بالكلاذكل كوروكايد كرونويد راح يشوفه بالقال وهذا الكوروكايد بروسسس يوجد الكوروكايد كوروكايد كروميون سباين مايش عندي هنا يعني هذن نيس الأطراف الأشياء المبينة نجو بعد أكثر تفاصيل اللي قا شوفها هي الحفرة اللي هي سوبر اسكابيولار ناتش راح يجوف وقاها لقمنت يسموه ترانزفير اسكابيولار لقمنت حتى يكوني فرع منه بالنسبة للتجاوفي اللي عندي السوبر اسباين اسفوسة انفرا اسباين اسفوسة سبسكابيولار فوسة عشان ليه بالنسبة للتجاوفي بالنسبة للتجاوفي هنا هذن الضرف اللي فوق هاي السوبراغلينويد تيوبركل هاياته بالنسبة للتجاوفي اللي يجوه انفراغلينويد تيوبركل بس عندي شي مهم نقاش شوفون هذا الخط الأسود هذا من بين هنانه بس هنانه عندي هيجيلي السيركامفلكس سكابيولار فسلس مننا راح تيجي فهذا هنانه حسر بعض بعض السكابيولات راح شوفوها سكابيولار فسلس مننا راح تيجي مننا راح تيجي هنا مهم يجيلي رايشن نفس الحال هنانه هذا التجاوفي يسموه سموه 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 نفس الحال سموه 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 نفس الحال لاب scabula المناطق يجييييييييييي المناسبة هن pessoal ويقوم بحاجة الانتيرير بالنسبة للمسلز ما نعود سوبراغلينويد سيطلع منعدها لونجهيد البيسيبس انفراغلينويد سيطلع منعدها لونجهيد البيسيبس سوفا سفوسا سوف يطلع منعدها سوفا سوف يطلع منعدها سوف يطلع منعدها بالنسبة للدلتويد سوف يكون من نواتها من هالطرف عندي تيريز ميجور تيريز ميجور تيريز مينور من جوه سيطلع منه جزء كلش قليل من هالطرف سوف ندخل مصال هنا تقوم بعمل من الخربط هنا تقوم بعمل خربط ما؟ سوف تدخل مصال مرات اذا اريد خربط الطالب سوف يكون في وقاها سوف يكفي يجب ان يضع البرج مصالات وطلق يجب أن تتبع على التجاه فايبرس للمسل السريتس انتيرا أولا تكون سموك أقل ثاني شمات التندنس جاية من هذه الصفحة يجب أن تغطيها السبس كابيلاريس مصل سوف ترى مكطوعة مكطوعة لذلك يجب أن تتبع عليها إذا جاءت لفايبرس مصل سوف تقول هذه السريتس انتيرا إما إذا رأيت فايبرس مصل سوف تكون السبس كابيلاريس لذلك يتبع على هذه الصفحة نحن نتخل بالنسبة لكوراكو الدروس سوف تكون السبس كابيلاريس فيها كوراكو براكياليس مصل والبايسيبس شورت هيد ما صغيره سوف يجيلي الانرحي في العمل لا تضع الأحمر لذلك تذكر فقط بايسيبس أو كوراكو براكياليس مصل تقول لي origin for coracoprochialis muscle و تقول لي origin for coracoprochialis muscle يعني ها هي همت التابولة بعد ما عندي بالنسبة للنسيرشن طرف superior angle راح تكون levator scapulae هنا الصفحة عندي ال rhomboid minor والrhomboid major تابهم له الصفحة هنا تابيزيس pectoralis minor راح تجيني منها من هنا قلنا ال costal surface راح تكون serratus anterior بعد ما عندي بالنسبة نجعل ligaments ال ligaments اهم ligaments عندي هو coraco acromial ligaments هنا راح يصير اكو ligaments بيناتهم هذا كل مهم ركزوا علي coraco acromial ligaments قلنا ال transverse scapular او supra scapular ligaments هذا هنا سيأتي بالنج هذا الني بينات هواي بالكديبر يعني ال transverse مبين هوايه راح تشوفون راح تشوفون ال nerf نيرف supra scapular nerf طبعا supra scapular nerf يعني حتى اذا مقطوع تشوفون بهالاتجاه تشوفون ال nerf هي جدعادة احضرنا متوصرار راح تشوفون ال nerf و راح تشوفون مرات اقلبه يدعى اهم تشوفون ال fasel راح تشوفونها ف هنا نبين كل ما مبين يعني تنتبون عليها كتبا 사pular nerf يعني سيأتي بلو transverse scapular ligament والسبلوسcapular vessels ستفوت من فوقها فهذا نتابع علي هواية بالنسبة لنا كوراكو كروميول ligament كلافيكال صار عندي لقمت بين كوراكويد والكلافيكال اللي هو كوراكو كلافيكولر ligament بطرفين كونويد والترابيزويد ها من يجي سيأتي بتصرير سيأتي بلو كوراكو كلافيكولر ligament لانه سيأتي بتصرير كوراكو كروميول لانه سيأتي بلو شخص بلو هؤلاء هنا سيأتي بلو أو شلدر جوينت سيأتي بلو صور قليلة صورة واحدة بلو من هنا سيطلع من جوه الاسباين ما اتقل صغير يعني مو مهم كلش بس هنا هيصار عندي الكوراكو هيومرال لغمينت راح يجيغطي غطي الهومرس بالنسبة للغلينويد كافيتي او غلينويد فوسا الشيء المهم عندي هنا صار بالأزرق اللي هو اللابرام اللابرام هذي شيء مهم يعني فايبرس شوية مطاق خشنة دائرية هنا يعني خفتجي فالغلينويد لابرام هنا ما عشدنا بالنسبة للسكابيلا ما بيه شيء حلوة بالنسبة للكلينيكل نوتس ما موجود عليها لانه مو يعني ما موجود عليها بس يعني مو تجريميها لانه قليل ماتين فركتورات الا اذا كانت دائرية ترامو لا احصر بيها لما حصر عندي كسر يعني بالسكابيولا لانه كانت مغطية مصلات فعني ان شاء الله خير على الباقات ان شاء الله نكمل الفيديوهات الباقية وبالتوفيق يا راب السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة